اشتركوا في القناة نيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عامي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أرحب بكم مع محاضرة بعنوان التسامح التي تأتي تزامناً مع عام التسامح والتي يلقيها سعادة الدكتور حمد بن شيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والحاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية وتاريخ الأديان منذ عام 1997 وقد شغل سعادته مناصب عدة منها منصب مدير منطقة دبي التعليمية من عام 1983 حتى عام 1998 كما يملك سعادة الدكتور شيباني خبرة مهنية وبحثية واسعة من عضوية في مجالس أمنا وجمعيات عمومية إلى عضوية لجان ووفود في مختلف المجالات كما أن له مشاركات بحثية في الكثير من المؤتمرات والمحاضرات والاجتماعات سواء داخل الدولة أو خارجها والآن يسرني أن أدعو سعادة الدكتور حمد الشيباني لإلقاء محاضرته فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين من دولة الإمارات العربية المتحدة واحتى ضل قيادتها الرشيدة ممثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة من زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأصحاب السمو حكام الإمارات وصاحب السمو الشيخ خليفة من زايد آل نهيان حفظه الله من أور التسامح من عاصمة التسامح في عام التسامح صباح التسامح اليوم ونعيش في عالم متغير لابد أن ندرك وفي خطى متسارعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقم من فراغ وإنما قامت على يد مؤسسها المغفر له بإذن الله تعالى الشيخ زايد كانت ولا زالت هذه البصمات مستمرة في كل المجالات سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأقليمي أو المستوى العالمي وعام التسامح في حد ذاته لم يأتي من فراغ إنما كان من جهود متواصلة على مدى سنوات منذ قيام دولة المرات العربية المتحدة وتستمر هذه المسيرة ليتولى هذا الأمر الشأن الخطير الحقيقة على المستوى المحلي وعلى المستوى الأقليم وعلى المستوى العالمي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله الأخوة الكرام نحن نعيش في هذه اللحظات وفي أدق اللحظات التي يجب أن نوجه رسالة إلى العالم من أرض دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً إذا أدركنا ما يدور حولنا من صراعات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي وهذه الصراعات التي أصبحت مغلقة لكل من يهتم بالشان السياسي الشان الأمني الشان الاجتماعي ولتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة في الضل هذه القيادة الرشيدة في منع عن هذه الأمواج المتلاطمة التي أصفت وتعصف ببعض المناطق التي نعيش ونسمع دائماً وأبداً مدى التصادم العنيف ما بين هذه المكونات الأساسية في هذه الدول وفي حد ذاته هذا مغلق لكل الذين يعملون في هذا الإطار بدايةً أشكر لكم هذه الدعوة من هذا المركز المتميز الذي حمل على مدى سنوات ومنذ تأسيسه العبل الكبير في إصار رسالة للعالم بكل معنوياتها ومعناها فيما يتعلق سواء بالأمن أو بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالتعليم أو بالاجتماع من هذا الصرح الكبير الذي عاشت دولة المارة العربية المتحدة تبنيه ومنذ مؤسسها الشيخ زايد يرحمه الله تعالى وكذلك لا ننسى الفضل لمعالي أحمد بن خليفة السويدي الذي بدأ النواهة الأولى في هذا المركز واستكمل كذلك الأخ محمد بن أحمد بن خليفة السويدي وكذلك الآن والدفة تدور وأنتم الذين تقوموا بهذا الدور كذلك لا ننسى دور الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي والأخوة الفريق المتكامل الذي يعمل في هذا الصرح المتكامل اسمحوا لي في البداية أن نعود لمؤشرات بدأت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقدم هذا النموذج في العيش بأكثر من 200 جنسية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وتتعايش منذ نشأتها بكل مكوناتها بكل ما وتيح لهذه المجموعة التي تعيش على أرض دولة الإمارات المتحدة لتكون هذه الرسالة موجهة من كل العاملين على هذه الأرض وتنطلق هذه الرسالة لكل منها رسول في أي موقع على مستوى العالم نحن عشنا في منطقة من المناطق تعتبر في منطقة البيت ومنطقة دير بالذات هذه مكونات الاقتصاد فيما يتعلق بالجانب الذي عاشته وازدهرت منه إمارة البيت في هذه الفترة نحن نعيش في منطقة منطقة الرأس ومنطقة الرأس كان فيها الكثير الحقيقة من الأمور تتعلق بالتجارة وهذه التجارة لم تقم على يد أبناء البلد فقط وإنما استجلبت القيادة في يوم الأيام مجموعة من التجارة وقد يكون البعض منهم ليس في تاجر ولكن لديه الخبرة في التجارة على سبيل المثال في تجارة الذهب أو تجارة متعلقة بمواد البناء أو في مواد التصنيع وكان التصنيع في غالب الأحيان يدور حول السفن وكانت في يوم الأيام نتكلم عن أمارة نتكلم عن كلمة أمارة يعني منكوناتها التي من خلالها نستطيع أن نبني سفينة ونجهز سفينة وهذه السفن كانت سواء للتجارة أو كانت للغوص وهذا أهم شيء بالنسبة لي مصادر الدخل في هذه المنطقة وهذه التجانس الموجود يعني تذكر وإحنا كنا أطفال في هذه المنطقة منطقة الرأس أسواق متشابكة مع الحي الذي نعيش فيه لكن كل يجري في هذه السكة وفي هذا الفريج بحيث أن المجموع الموجدين خليط من الموجدين ومنهم أصحاب التجارة ومنهم أصحاب العمل ومنهم أصحاب التواصل سواء داخل الدولة وخارجها يوم الأيام لكن الشاهد في ذلك أننا كنا نعيش ولا نحس أن هناك فوارق ما بين هذه المجموعة الموجودة ولا من حيث الديانة ولا من حيث لأن البعض منهم كان بوذي على سبيل المثال أصحاب الذهب يعني العاملين في الذهب والتجارة الذهب كانوا هم من البانيان إذا الكلمة هذه واضحة عندنا البانيان الموجود كان من اليوم هو المسؤول عن موضوع الذهب في المقابل كانوا عندنا موجودين مجموعة من غير يعني أهل السنة كانوا موجودين في هذه المنطقة كانوا تجار البعض كان يبيع سيغاير البعض منهم يبيع بعض المكونات التجارة الموجودة في نفس اليوم والبعض الآخر كان يبيع من المواد الأقمشة وغيرها فهذا الخليط اللي كان موجود والنسيجة الموجود في هذه المنطقة كون أن نوع من القناعة بأن الكل يسعى ويقدم نفس الخدمة التي نحتاجها بعد الانطلاقة وبعد قيام دولة الإمارات العام المتحدة أصبحنا نعيش مع هذه المجموعة والكل لا ينسى دور يعني الحكام في هذه الفترة في إنشاء بعض المستشفات وهذه المستشفات التي يعني جاءت في فترة من الفترات قبل دولة الإمارات العام قيام دولة الإمارات العام كان هناك مكتب للتطوير المكتب للتطوير كان يرعى جان من جوانب البناء في بعض المنشآت الصغيرة طبعاً ننسى أن بريطانيا تخلت على المنطقة تخلت فيها بكل المعاني لا هناك أي خدمات موجودة لا شوارع لا جسور لا تعليم لا صحة لو لا أن دولة الكويت قامت بدورها في تلك الفترة قبل دولة الكويت كان هناك يعني مؤشر على أن مكتب التطوير ومكتب التطوير عمل بعض الأمور التي استطاعت يعني على الأقل في قيام الدولة أن تبني هذا الجانب إذا راح منكم اليوم واحد إذا المنطقة الشرقية نعتبر منطقة الشرقية التي هي صوب مسافي وما مسافي وغيرها ترقون جسر موجودة الآن جسر يمكن كاد يكون مر سيارة فيه هذه من حسنات هذاك اليوم اللي كان موجود هذه السيارة إذا أنا أقضر الجسر يمكن بهذا الطول لازم توقف السيارة حتى يطلع السيارة الثانية نقطع الوادي يعني ما كانت العملية بالسهولة لنحن اليوم نتصورها والحيالة كنا نتصورها نطلع من بيتنا وصلنا إنشتهم يعني في هذه المناطق الوديان وغيرها إذا روحنا من البيت لن نرجع لا لأننا نتصار لا لدينا أي وسيلة لنتصار اليوم نحن الحمد لله في نعمة متكاملة هذا فقط يعني من باب نذكر أنفسنا على الأقل يعني نحن كيف وصلنا إلى هذا المستوى كنا من يوم الأيام يعني ولا شيء حتى أن محتاجة دولة الإمارات المتحدة في قيامها كل اللي كانوا موجودين درسوا خارج الدولة اللي درس في قريب من المناطقنا وبعين مناطقنا هم اللي أسسوا الدولة من وزراء ومن وكلاء ومن مدراء في الفترة القيامة من دولة كانوا هم الموجودين عموما ننتقل إلى من عندكم النقل التمهيد فيما يتعلق بالعمل وموضوع التسامح دولة الإمارات العربية ما بدأت مفرار بدأت منذ اللحظات الأولى وهو يتكون مكونات أساسية في النشأ نحن عشنا في مدارس كان فيها مجموعة من مدارس الحكومية والخاصة وهذه المدارس من مدايتها حتى فيها بكل ما هو موجود نحن يوم الأيام كنا في جنيب في تجتمع يعني الفكرة الأساسية بالنسبة لتكوين المعهد الدولي للتسامح فلتقينا بالمدار المعهد السلام الموجود في جنيب وبعد ما تكلم عنه لقيت عندي معلمات كثيرة عن دولة الإمارات وبالذات عن دبي فأسألني شاب كان من الشفاء فقال لي أنت موين هو ألماني طبعا يدير المعهد الموجود في جنيب قال لي للعلم أنا درست في مدرسة الشوففات في دبي تسع سنوات والآن أكمل دراستي وأكمل دراستي والآن أنا أدير المعهد في جنيب يعني ولو نظرنا مجموعة كبيرة من اللي تعلموا في دولة الإمارات أو عاشوا في دولة الإمارات شغلوا مناصب كبيرة على مستوى العالم نحن اليوم في مركز فقط من مراكز مكتوم بتحفيظ القرآن الكريم لدينا أحد الخريجين الموجودين يدير مركز في أسبانيا واحد من المراكز الخاصة يتتبع الله يذكر بالخير الذي هو الأخ ضاحي خلفان تميم واحد من الخريجين الآن يدير مركز من المراكز في البحرين فمعنى أنت من دولة الإمارات هذه الأشياء أدلة بسيطة لأنك أنت تبعت هذا الأسلوب واليوم موجودين فكنا نتكلم معه وقال لي كيف كان الوضع بالنسبة لدولة الإمارات والدراسة التي كنت موجود فيها يقول لي اليوم يعني أنا تعلمت من دولة الإمارات يعني وكانت مندرسة الشويفات وأنا حضرت فترة من فترات صراع كبير كان ما بين الشويفات وما بين وزارة التربية والتعليم يعني حتى في بعض الأمور كنا موجودين فيها ومع هذا يعني خرجت هذه المدارس موجديا يوم الأيام أن كنت موجود في مدرسة من المدارس ومروري ووعكة في المستشفى أول ودايما أقول لهم الجماعة حتى الجماعة أول من زارني في هذا المستشفى وهي مدرسة الراشد الصاحلة ومراهبات لابسين لباس سراهبات ويحضرون يعني يزرون كيف كان التجانس الموجود ما بيننا في هذه الفترة ولهذا السبب الكنائز كانت موجودة لو نضرنا الآن في الشارجة أو نضرنا في الدبي أو نضرنا في أبوظبي وكذلك في نفس الوقت يعني هذا التجانس الموجود أصبح عندنا كثير الحقيقة من المراعات الظروف التي كانت موجودة على مستوى المنطقة وتوجه دولة الإمارات من بدايتها عندما يتكلم سيد صاحب السموة الشيخ محمد بن راشد لا يمكننا أن نسمح بالكراهية في دولتنا ولا يمكننا أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز هذا كله بدأ في المستقبل أعطانا نتيجة ثانية بحيث أن نؤسس لما هو مطلوب مننا نحن على مستوى دولة الإمارات على مستوى الأفراد بداية ومن ثم على مستوى المؤسسات ومن ثم ننتقل إلى مستوى الحكومة حكومة دولة المرابط العربين تحدثت أصبحت هي قائد لكثير الحقيقة من مبادرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الأقليم على المستوى الدولي وخففت الكثير من الضغوطات التي كانت موجودة واحتقانات كانت موجودة بين بعض الدول ودخل كان شخصيا فيها المغرور لبن الله تعالى الشيخ زايد يعني كل هذه الأمور على مستوى العالم العربي وعلى المستوى حتى العالم غير العربي استطاعت هذه الدول أو هذه المناطق أن تستفيد من دولة الإمارات العربية المتحدة أنا كنت دائماً أسعى إلى كلمة التسامح لا بد أن نأكد على قضية أساسية التسامح ليس التنازل هناك مقومات قيم لا بد لكل الطرف أن يحتفظ بها التنازل نحن في بيت واحد أسره وحده وفي أغلب الأحيان لا نجد بين الأخ وأخيه أو بين الرجل وزوجته أو بين الأب وأبنائه قد يكون هناك خلاف لكن الخلاف لا يصل إلى أن يكون أحدهم حتى لو كان على خطأ لا يعترف أنه على خطأ وفي نفس الوقت لا نسمح دائماً بأي تفكك نختلف لا نفترق الخلاف وارد لكن نختلف بحيث أنه لا نفترق في نهاية المطاف وهذا يعني مؤشر جداً صعب إذا أصبح يوم الأيام في وسيلة التعامل فيما يتعلق سواء بالأسرة لو أصبحنا اليوم في أي أسرة وأحد الأبناء اعتنق أي فكر أو اعتنق أي سياسة لا يمكن كأنا كولي أمر في ليلة من الليالي أقول لأبني لا تبات الليلة في البيت لأنه لو لم تبات عني في البيت أصبحت المسترة جداً خطيرة بحيث أنه قد يتلقفه من يتلقفه ويسير من يسيره ويستغل هذا استغلال سيء ولهذا السبب يعني نحن إذا اختلفنا لا بد أن لا نفترق اختلف الأب مع ابنه الزوجة مع زوجها الأخ مع أخيه لكن تبقى العلاقة مستمرة المطلوب منه في عملية تسامح يقولوا سألناها دائماً مفهوم التسامح مثل ما ذكرت ليس تنازل هناك قيم أساسية لكل معتقد لا بد أن يحترم يعني معتقده في نفس الوقت أنا لا بد أن أحترم ما أتقدر الطرف الآخر كل ما هو عنده صحيح قد يكون عنده خطأ وكل ما قد يكون عنده صحيح قد يكون عنده خطأ لكن هناك مساحة لا بد أن نحافظ عليها وفي نفس الوقت هذه المساحة هي التي تجمع ما بين هذا النسيج وهذا المزيد عندما فكرنا في أول مؤتمر للسلام على مستوى دولة المارات العلم التحدي واجهت عن حقيقة الكثير من التحديات هل نجمع هذه المجموعة كلها تحت مضلة واحدة بكل أفكارها بكل أديانها بكل أطيافها لكن التحدي أصبح في لحظة من لحظات من أسهل ما يكون لماذا؟ بعد التجربة رأينا أن الكل يسعى إلى هدف واحد أن يعيش على أرض دولة المارات العرب من التحدي وأن يحمل هذه الرسالة بعد أن يعود إلى بلاده ليكمل هذا الدور وفي نفس الوقت ليقود هذه المسيرة من دولة المارات العرب المتحدة في بدعة هذا الجانب نحن إذا استشهدنا بالقرآن الكريم يعني أول رسالة الحقيقة في أول استراتيجية وضعناه في دائرة الإسلامية والعلمين الخيري وكان سيد صاحب السمو الشيخ محمد رئيس المجلس التنفيذي يومها وأنا لازلت عظه في المجلس التنفيذي بعدما طرحنا لها كانت الرسالة موجهة ادعو إلى سبيل ربك بالحكم والموعات العسنة فأسأل قال ما في شيء بديل غير عن القطار الملك لأننا نحن الآن نأسس العمل مشترك ما بين كل المجموعة لا إكره في الدين لا يعني تعدي على الطرف الآخر ولو نظرنا اليوم إلى كل النصوص حتى في الدراسات الموجودة في كل النصوص سواء في الكتب السماوية أو غير السماوية من الوضعية والعراف الموجودة لا نجد أي نص أو حتى أي كلمة تدعو إلى الاعتداء على الطرف الآخر بالأكس يعني جانب الاحترام موجود الحقوق الأخرى مصانه كل الحقوق لا بد أن تراعى بكل الجوانب القضية الأخرى يعني لو سيشهدنا بكثير من الآيات لو وجهناها الحقيقة في القرآن وحتى في النصوص بعض الأناجيل وكذلك التوراة فيها متابعة لو تابعناه ونذكر أنه كانت عندنا في مؤتمرات خاصة بالسلام العالمي كان في صراع شديد ما بين الأطراف والكل كان يناقش لكن لا يتعدى على الطرف الآخر ووجدنا مساحة كبيرة فيما يتعلق بوصول وإقناع الطرف الآخر بدور ما هو مطروب منه في هذه الفترة كذلك ذكرنا في السن النبوية الكثير يعني حقيقة منهم ولا أدل على ذلك أن ما يأتي في أصعب الظروف وكان قول الرسول عليه السلام اذهبوا فأنتم الطلقاء لا أتقد أن كانت أصعب مرحلة من مراحل مرعب فيها الرسول عليه السلام وهو مهان مذل من كل الأطراف من بني قومه لكن أن ما تمكن منهم كانت هذه الرسالة الموجهة أنكم طلقاء اذهبوا فما كان الرد إلا آخرون كريم ابن وآخرون كريم فنحن الآن هذا الوضع لكن لا يعني يصبح عندنا هذا التسامح نوع من القيم التي يجب أن نحافظ عليها وفي نفس الوقت التسامح لكل لا بد أن يدركه أنا يوم الأيام قد أكون حتى قبل شوية تكلمت الطريق له وسائل ولها احترام ولها كذلك نوع من لا بد أن نركز عليه وفي أغلب الحالات قد يأتي واحد بالمثل يعني اعترض الطريق عليك في السيارة بعد الأوقات من الشباب ما شاء الله عليهم أول ما يشوف سيارة دخلت يدخل غصب ويزاحمه وفي قصة صارت في بعض معروفة ويمكن حتى صاحبها معروفة في دولة من الدول العربية وكانوا في أيام دراسة الشباب يدرسون هاك فأول ما تعدوا على الجسر كوبري طبعا عندهم تعدوا الجسر بدق سيارة ثانية فطلع من السيارة وسبهم وتكلم عليهم وصار كلام يعني شديد هم ما قالوا لشي راحوا وراح اتبعوا لي ما وصل عند السكن هو ربعة ونزلوا وحصل يعني ضرب ضرب مبسيط وهي السبب كلمة وحدة لو اتغاضى عن هذا الموضوع يمكن المسألة راحت وانتهى الموضوع لكنها بما أنه صبح يوم الأيام يمكن هذا السلوب في أي مكان خذ يعني النتيجة بهذا الأسلوب فالتسامح ومعنات أني خلاص صحيح أني متسامح لكن في أمور لا بد أن ثوابت واستقر عليها في عقيدة أبدا ما أبدا أفرط فيها عقيدة عقيدة الكل بالمثل يحملها وبعدين ما بين المذاهب وما بين الأطراف الموجودة بأصحاب الديانات فيه كثير من الخلاف لكن مش الخلاف اللي يؤدي إلى أن نفترق مثل ما ذكرت في البداية تصبح ناك المساحة التي تجمع ما بيننا تحت هاي الساحة دولة المرات حرصت على هذا الجانب ولهذا السبب يعني كونا هذا المكون من النسيج الموجود سواء على مستوى أطفال في المدارس أو على مستوى دراسات على مستوى الجامعات وكذلك على مستوى التعاملات تجارية وغيرها وهذا أصبح مؤشر يعني مؤشر من المؤشرات التي أصبحت دولة المرات العالمي المتحدة على مدى ثلاث سنوات تأخذ المؤشر الأول على مستوى العالم في المؤشر التسامح وهذا دليل على أن كل الحمد لله على أرض دولة المرات يرعى هذا الجانب في نفس الوقت يساعد في التمكين في هذا الجانب بالضبط يعني نحن الآن نحتاجين في دولة المرات يعني أول جهة على مستوى العالم تصبح على هذه المنطقة فيها وزارة التسامح يعني أن ما بدأت عملية الوزارة وهذه الأمور ما كانت فيها الناس تحسبها نحن حسين أن فيه كانت ردت فعل من بعض الشباب شو معنى التسامح وليش التسامح وليش نحن مضغوط عنين بالتسامح الكلمة تسامح كانت بالنسبة لهم شيء كبير هل هو بالمثال التنازل نحن نقول لا بدأ من التنازل في عندنا التنازل إذا كان جاء مردود غير إيجابي لابد أن نغير من المفاهيم فالتسامح عندنا كيف فصلناه الآن تسامح فيما يتعلق بالتقافي طبعا لا نسي إلى الطرف الآخر بأي لغة أو بأي عبارة أو بأي لفظ وكذلك فيه تسامح ديني التسامح الديني معنات أن فيه عدالي أنا كنيسة وعدالي معبد في بعض الدول المحتاجين نحن في طريق واحد في منطقة وحدة للأسف يعني رحنا دولة من الدول الأوروبية في شارع واحد ثلاثة من ساجد مسجد يتبع الطائف الهناني ومسجد الطائف الهناني ومسجد الطائف الهناني هذه الثلاثة من ساجد للأسف أنه لا واحد يدخل المسجد الثاني لا واحد بالمثال عنده استعداد أن يجلسوا الثاني يعني طيب إلى المستوى في دولة من الدول وتعتبرها موجودة في شارع واحد تلقى الكنيسة وتلقى المعبد وتلقى المسجد وتلقى وأنتم كرامة بعد البقر والبقرة جولا بينهم لا أحد يتعدى ولا أحد يقول للواحد الثاني تدخل تأكل من داخل المط يعني الأكل اللي عنده لا أحد يقول شيء ليش أنا أقول له صار في شيء من هذا في أي بلد وفي هذه المنطقة تكون كارثة يعني إبادة جماعية بعد أحداث 11 سبتمبر كانت في محاضرة أحد الساسة الإيطاليين وكان يتكلم يعني كمجموعة يعني يقول أنا مريت في أفريقيا في شارع واحد تقريبا ثلاث تلاف محصود حصد إبادة والإبادة مين جاءت؟ جاء من الشباب الشباب كل واحد ماسك بندقية أو بالمثل سلاح ويقتل هو رايح وين تسامح وين بالمثل للطرف الآخر وين حرية النسان هذا الموجود اختلفت فيه رأي اختلفت فيه فكر لكن ما توصل المسألة إلى زهب أرواح أو تعدي على مال أو تعدي على أرض أو تعدي هذه غير المسموح الجانب الآخر فيما كذلك التسامح الأخلاقي نحن تعامل مع الأفراد في المجتمع الواحد مع المجموعة الواحدة عشنا زملاء في مدرسة عشنا زملاء في عمل عشنا في عمل في كل الحياة اللي عشناها في التسامح الاجتماعي هذا مطلوب للجميع يعني اليوم أنا من مصر يعني غير معقولة أني أسافر أو أروح أي بلد ولا أبرز دوري أنا كفرد من دولة المارات العالم المتحدة وأنا جئت من عاصمة التسامح من أرض التسامح في عام التسامح ووري الطرف الآخر أو يعني يرى مني الطرف الآخر صورة غير مغايرة يعني كل الأمور واردة وكل الإجراءات واردة لكن في نفس الوقت لا بد أن نحافظ على هذا المكنون عندما تكلمنا وقلنا في دولة الإمارات الميتين أو أكثر من متين جنسيه الآن لهذا العدد تراه مش بسيط يمكن ما يكون نسيج موجود في أي في أي دولة ثانية أو في مجتمع آخر الرسالة موجهة من دولة الإمارات المتحدة الحقيقة تستهدف ليس فقط دولة الإمارات ولا أرض دولة الإمارات ولا مكونات على الأقل الأقليمية لكن الهدف الأساسي بالنسبة للرسالة الموجهة يتعلق بأمر واحد نحن نستهدف الجاليات الجاليات لابد أن لها حقوق في هذه الدول وفي نفس الوقت عليها واجبات كذلك الأقليات عندما ترى مثل في دولة من الدول مقلق يعني الدور وشأن هذه الأقليات في هذه الدول الدول تعطيها كل ما علي من أمكانيات كان لي اتصال مع أحد الأخوة في دولة من الدول وكان يعني يتصل بحيث يسأل عن بعض الأمور الخاصة بالمساعدات فأقول لي أنت في بلد الآن موجود لا أجي طبعا لا أجي لكن صار لسنوات في هذه البلد عندك عمل قال لي والله أنا صار لي فترة بدون عمل لأنه بعض الظروف لي صارت طيب كيف تعيش قال الدول موفرة لكل شي موفرة لي السكن موفرة للغذاء موفرة تعليم أولادي الصحة طيب إذا كنت تعيش في هذه البلد وهذا المستوى وتعطيك هذه البلد كل هذه يعني الخدمة أنت في المقابل لا بد أن تأدي اللي عليك يعني تحترم البلد هذه وقانونها ومهما اختلفتوا وياهم في الرأي أو في جانب الجوانب لكن لابد أن تحافظ على هذا الجانب اللي على الأقل المساحة اللي أنت يوم الأيام حضرتها مثل ما ذكرت قبل قليل في الأعوام من 2017 و2018 كانت المؤشرات العالمية بدولة المرات العالم التحدى أنها الأولى في التسامح كلكم متسامحين الحمد لله ولهذا السبب وجودكم في هذه القاعة بهذا المستوى بهذا الوجود بهذا يعني التحدي لأكثر من مثال النموذج اللي بكرناه قبل قليل فيما تعلق ب يعني دور المؤسسين لهذه الدولة البعض منكم يعني خصوصا جيل الشباب ما عاش الفترة ما بين قيام دولة المرات وما قبلها نحن كنا بصراحة نخرج من دبي رايحين بوظبي ويمكن عشان بس تكون الصورة واضحة في سنة أول سنة جيلتان في بوظبي سنة سبعين و وجيت بالضبط يعني بيت الله يعافيه أحمد بغلي في السويد لأن نبينا نبينا نسب من صوب الله فعشت عندها فترة ورحت العين وسكن لكن الشاهد في هذه فترة أن كنا بجوازات من سيح شعيب جوازات ندخل المقطع جوازات نطلع من العين رايحين الساد جوازات نطلع من العين رايحين دبي على الفقع جوازات يعني شوف المعاناة التي كانت موجودة على مستوى تكوين هذه الدولة لو ما تسامحوا حكامنا وتنازلوا عن كثير حقيقة من الإشكاليات التي تموجد القبائل والقبائل الليها مطالب ومع هذا يعني استطاع الشيخ زايد الله رحمه أي نزاع يكون موجود في أي منطقة في أي حدود كان ينشئ يعني معلم وكان من ضمنها القصور على سبيل المثال القصر في البيت أو في فلجة معلة أو في غيره أو في الخوانيج ليش أنشاء زايد عشان يقبي على هذه العملية التي كانت موجودة والناس على الأقل تفهم دورها استمر دولة الإمارات بهذا المستوى يعني الشواهد التي كانت موجودة أن نعيش في دولة وكانت من الصعوبة أن تحس حتى في آخر يوم أن ما تألم بريطانيا عن صحابها من المنطقة كان يعني نتكلم عن وضع الله يعلم شو اللي بيصير يعني كيف نحن نعيش في دولة وحدة ونحن بهذا الوضع الموجود وتعرفون المخاض التي مرت بدولة الإمارات لم يكن بسهولة كانت في التحاد التساعي والأمور التي كانت موجودة والتي صار لكن مع هذا الشيخ زايد الله رحمه وشيخ راج رحمه غلب المصلحة يعني ترك مساحة كبيرة بالنسبة للقاش بعض الأمور فيما يتعلق سواء بالعاصمة أو بغيرها هذه الأمور يعني خلوها متأخر بحيث أن نبدأ وبعد ما نأسس الدولة كل شي ينتهي وهذا هو أول هدف فيما يتعلق بعملة التسامح التحدي الذي كان موجود إنشاء دولة وهذه الدولة بدون مقومات يعني بصراحة ما كانت مقومات موجودة نحن نطلع من دبي نروح حتى مقوين مقوين كان فيه طباح على البحر على أساس أنك تعبر هذا يعني الممر تروح المقوين أو تروح أي منطقة يعني كنا بصراحة نعيش في منطقة فيها كثير من توتر لكن عملية تسامح وتغليب المصلحة العامة للمصلحة الخاصة هذا الذي ترك من دولة الإمارات هذا في سنة 2006 طبعا الكل يدرك أنه كان له أصدار قانون تعالون القضاء الدولي لأن في مسائل الجنائية كانت موجودة ما بين هذه الدول ولا كان دولة الإمارات ما تستطيع يعني تطبق ما لديه من قوانين إلا بناء على التعاون الذي تم قانون تعاون القضاء الدولي وهذا كان الحقيقة منطلق كبير لمكافحة اللجل الوطني كذلك مكافحة الإرهاب في سنة 2009 لكن قبل هذا كنا نأكد على أن دولة الإمارات في هذه الفترة اليوم لمرين عندكم حتى في البوظبي يعني في الفترة الأخيرة أن ما يعلن سيدي صاحب السمو شهر حمد بن زايد الله يحفظه عن وجود الكنائس أنا أول مرة أتذكر مرين في منطقة البطين كان مسجد أول ما بنوه يعني محدث الشواب الموجودين هناك كانوا محتاجين لماذا قالوا والله لأن شكل المنارة مثل الكنيسة مثل الكنيسة كل المنارة يعني ويمكن المسجد ما دري اليوم باقي ولا تغير لكن الناس كانوا يعني فهمهم أن ما في نوع من التناغم نحن بالأكس كن نعيش مثلا من منطقة الرأس في حسينية عدان حسينية وعدان مسائل نمر نشرب الشربة اللي عنده موجود ونأخذ ما كان في يوم الأيام الحط في أتبار نا هذا شيء يمكن الأمور بعض الأمور غايبة أو ما وصلت الرسالة لكن إن شاء الله كل واحد اكتلم الثاني بعدين الحاصل يعني كنا نعيش مجتمع ما في الأشكالية ما كان بين هاي التفرقة اللي يعني وصلت يوم الأيام فيها نوع من العصبية تعصب المذهب أو تعصب أي فكر أو غير لكن نحن مثل ما ذكرت المؤسسات فيها كثير من التنظيم والترتيب في المؤسس الكنائس اللي ذكرناها أنكم كذلك موجودة نمر على ذكرها نحن قبل كم يوم كنا مع مالي شيخ نهيان يحضر في القاهرة أكبر كنيسة وأكبر جامع يعني كاتدرائية موجودة دخلنا وكان واحد من الأخوة الموجودين هم الأقباط وكان يتكلم عن الموضوع ونحن في الطيارة يقول لي شيخ نهيان إذا رحنا هناك أنت بس صليم أنا في المسيد يقول الأخ الذي هو الأب يسمونه الأب المسيد السمانحين قلت له بعدين والكنيسة قال لي أنت صلبهم قلت لبس علموني كيف القداس أنا لا أعرف الحين يجب أن نتألم هذا فالحاصل هذا التجانس الموجود لا يجب أن يتم لا تستطيع تقول لي يوم من الأيام أنا سأسك الباب واني نحن نعيش في مجتمع واحد يجب أن نتحمل الأطراف الأخرى ويجب أن نأسس لهذا الجانب على الأقل في عيالنا في أبنائنا يجب أن نزيل هذا الجانب من الكراهية التي ولدتها بعض الأفكار الخارجي دولة الإمارات كانت خالية من كل الأفكار هنا من جموعة بكل من جاء من أي دولة من الدول بعضهم نتكلم بصراحة بصراحة بعض المذاهب البعض الثاني بالمثال هذا صوفي والثاني هذا سلفي والثالث هذا تبليغي والثالث هذا إخواني هذا ما كان هذا موجود يعني كنا نعيش في بيئة وحدة وفي بيت واحد وفي المجتمع واحد وفي مسجد واحد أصبحت يوم الأيام أنا ولّيت مسؤولية دائرة من الدوائر كانت فيه شكري وجماعة الشباب يقدرون يعني كان لها يعني خط واحد لكن المجيد ودخلت الدائرة لقيتم هذه كلهم عيالي كلهم ربعي كلهم جماعتي كيف أنا بالمثال أتعامل يهم لا بد أكون مكون جديد كلهم تحت مضالة وحدة يشون كلهم كارم بعدين نفترك نختلف شي لكن ما نفترك كنا في صراحة في المسايد حتى عندنا في دبي من سيد هاي تباع جماعة والثاني يستغربون إذا دخلت المسيد هذا كيف داخل هذا المسيد يعني شو وصل إلى هذه المستوى فقضية السامح مطروح إذا كان في بعض الترصبات الموجودة السابق اليوم لا بد أن نتحرك نحن يعني أصحاب التحمل المسؤولية لأن حملت قيادتنا الرشيدة على مستوى الدول حملت هذه المسؤولية ولا بد أن نكون على مستوى هذه المسؤولية في الفترة هذه الحالية صدر لهو معهد أولا وزارة تسامح طبعا وزارة تسامح لم تأتي مهران وفي نفس الفترة لو نظرنا كانت وزارة تسامح وزارة شباب وزارة السعادة كل هذه الوزارات الحقيقة كانت مؤشرات على ما هو مطلوب من دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل بمستوى يعني هو المطلوب مننا نحن الآن نعيش هذا الواقع بحيث أن نعزز هذا الواقع ونعيش على المسؤول العالمي أبرز اليوم جائزة عندنا جائزة محمد بن راشد المكتوب التسامح العالمية وإن شاء الله نحن على أبواب في شهر نوفمبر القادم له في كل سنة في نوفمبر طبعا اليوم العالمي لتسامح 16 نوفمبر أول قمة عقدت كانت في 2018 في نفس تاريخ القمة العالمية لتسامح في نفس الوقت السنة القادمة عندنا القمة الثانية في الدورة الثانية وفي نفس الوقت تكون فيها جائزة التسامح الدولية طبعا المعهد الدولي لتسامح تحت مبادرات سيدي صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد وهذه المبادرات تقريبا أكثر عن 47 مبادرة عالمية من كل الجوانب سواء اجتماعية انسانية خيرية تطويرية علاجية تعليمية على المستوى العالمي والمعهد ينطوي تحت هذه المجموعة طبعا يعيش على مستوى المعهد اليوم وزارة التسامح معالي الشيخ نهيان هو رئيس مجلس أمنا معهد التسامح الدولي بمجموعة من الوزراء منهم وزارة الشباب وزارة السعادة وفي نفس الوقت مجموعة من أصحاب القرار على مستوى دولة المارة المتعدة في الخمس تأتي سمبر لكل أدرك أن سيدي صاحب سمو الشيخ ريف بن زايد اللحفظة أعلن عن عام التسامح وكننا في آخر اجتمع مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد في اللجنة العليا وكان موضوع يتعلق بالشعار فنعرض تقريبا أكثر من 20 شعار وكننا الآن آخر لحظة قبل يومين نفكر أن الشعار سيكون بطريقة ثانية وما أخفي كان التركيز على نفس عام زايد بنفس الصورة بنفس شعار وفوق يبقى عام تسامح لكن اتفاجأنا أننا جاءت الغافة وعتقدنا بعض منهم حتى أولادهم أمس يسئلوا ما الغافة وين من شعار الغافة نقول من شعار يعني المطلوب الأشجار الذي اليوم على مستوى الشيخ زايد الله رحمه يعني ويد اهتم بالشجر وبالذات بالغافة الغافة مضبوط فقل الغافة يعني الشيخ زايد الله رحمه أول مؤسس أتذكر كنا نطلع من من بضوي رايحين عين بدأت عملية التشجيل وكانت الغافة أساسها واليوم الغافة هي موجودة من الأشجار اللي دخلت في موضوع عام تسامح ف يعني هذا العام مطلوب أن الجميع الحقيقة يبذي الجهد بحيث أنه يوفي هذا الغرض وفي نفس الوقت يعطي مؤشر بما أن دولة الامارات العالم تحدث تحاكي الأفراد قبل أن تحاكي المؤسسات وقبل أن تحاكي القيادة على مستوى العمل خارج الدولة طبعا المحاورة الخمسة اللي أكدت عليها هذه الوثيقة فيما تعلق بالعام التسامح أمامكم الآن تعميق قيم التسامح موجودة لكن نعمقها كذلك بعض الأوقات يكون شواد في المجتمة قد يكون شواد في بعض المدارس قد يكون شواد يوم الأيام نحنا كنا نعيش على مستوى العمل الإداري التصروب يا جماعة واحد من الموجهين قال المدرسة الفلانية لا يرفعون علم الدولة ولا في طابر صباح لا في طابر صباح وكان الوزير الذي يذكر بخير هو أحمد طاير فقلت أبو خالد وإن شاء الله الصبح أنا أريدك معزوم في مدرسة من الدارس طبعا لم أخبر ما هو الوضع فدخلنا المدرسة عادة قبل الساعة السببع أول ما دخل المدرسة قال ما صار قال شوف على طول دق الجرس البنات دخلوا على طول الصور قال ما قال لأن مديرة من الدرسة رافضة لا يوجد طابور صباح ولا يوجد علم أصبحت هذا اليوم لديها بدعة هذه يعني ممطة بعد ما خلصنا دخلت مع الوزير قال بالحرف الواحد يال الطبقين من باتر أو أنت خلاص كالسين في البيت أو ننقل في الطرف يعني كانت العملية فيها نوع من الصدام حتى بما يتعلق بترسيخ هذا المفهوم اليوم نحن مطلوب منه شبابنا في أي موقع من المواقع موظفين الموجودين في المؤسسات في الدوائر الجهات التي تعمل فيه هذا الجانب من مؤسسات أمنية تربوية فيها نوع من دبلوماسية في كل الجوانب لا بد نعزز هذا الجانب فيما يتعلق بهذا المفهوم الترسيخ مكان الدولة ولا الحمد نحن الآن أصبحنا دولة لها بصمة على المستوى العالمي لها علامة فارقة في كل المنتديات الرحة اليوم في أي موقع في العالم سواء نتمثل جانب إعلامي أو جانب دبلوماسي أو جانب حتى كنا في اجتمال الأخير كان يضم السفراء والهيئات الدبلوماسية على مستوى العالم من دولة الإمارات الكل يحمل هذه البصمة يعني اليوم نحن على مدى سنوات تكلمنا عن عام الامتكار وتكلمنا عن عام زايد والآن تكلم عن عام اليهود التسامح دولة إمارات عندما وصلت إلى المركز الأول في عملية المساعدات الإنسانية والخيرية هذا ما جاء من فراغ يعني الكل كان يمارس وعندما تابعنا بعض المشاريع الموجودة في 44 دولة لقينا يعني في مشاريع كانت مبنية أو مقامة من أفراد وناسينها بنى وخلص وامتهى فيه مؤسسات بنت في بعض الدول بعض المشاريع ونستها الحكومة بنت نحن في أفغانستان لقينا مستشفى كان شيخ زايد الله يرحمه يبنيه وتوقف بسبب الأحداث بعد هذا عدناه الآن ملجأ للأيتام في كمبوديا لقينا مسجد يسمى مسجد الدبي تابعنا الموضوع مسجد الدبي بعد هذا ما حصلنا التقارير لقنا باننا أحد المحسنين اللي هو ناصر من العطيف السركال معروف فأخذت الملف كامل وأرسلت لأخ عيسى السركال ورجع مرة ثانية أعاد تهيئة المسجد وكمله وفتح فيه في مركز تحفي القرآن وفتح هذه نحن مشاريع خيرية إنسانية اجتماعية في أي مواقع لا بد نتأكد عليها في نفس الوقت لا بد نعطي مشاريع كبرى فيما يتعلق بالعمل والتفكير الآن خصوصا إذا التحديات الموجودة سواء الصنع الذي هو الافتراضي أو الذكاء الافتراضي أو الفضاء وغير الأمور هذه لا بد نضع الجميع في هذا المشار أنا خمس دقائق خمس دقائق إذا يسمحوا لي فيما تعلق بالتسامح الثقافي طبعا نحن ذكرنا جزء منه لكن في الكتابة اليوم في بعض الحالات يعني بعض الناس تطاول على الطرف الآخر بأي كلمة نحن ما بين يعني لا نتكلم حتى عن الطواف الموجودة لكن أحيانا ما بين نتكلم في بعض الأمور الخطاب الديني والتسامح يعني حقيقة هاي إشكالي كبير والكل يدرك خصوصا جماعتنا في السلك الخاص بالعمل فيما يتعلق بالشؤون الديني كان عندنا الحقيقة الخطاب الديني يون جماعة من بعض الدول عنده مشكلة في بلده سواء مع الحاكم أو مع السلطة التي لديه موجودة ويستغل المنبر يوم الأيام يوقف المنبر وتكلم باللي فكنا يعني أكثر عملية الضغط في هذه العملية في هذا العمل ونتكلم حتى مع الله يحفظ الشيخ سديس المكان عندنا فيه دائما يحضر المؤتمر الدولي للسلام يعني كنت تكلم ويقول السعودية فيها شكالية لأن لم يكن محكومة حتى في عملية الخطاب الديني في وقت من الأوقات وهذا كان يسبب شكالية وتذكرو حتى في الحرم المدني صار يوم الأيام موضوع وكل يذكر الشباب اللي هم نعني بهذا العمل قضية يعني تقبل الطرف الآخر قضية الخطاب الديني القضايا هذه كلها مطلوبة ولا بد أن نأكد لها في سنة 2015 طبعا الكل يدرك أن هناك كان ليقانون مكافحة تمييز والكراهية وفلن كنا نعاني مشكلة لأن إذا ما كان في قانون التجريم غير وارد يعني لا تستند على أي شيء حتى بالمثل تحدثنا قضية أو تحول الموضوع إلى قضية إلا إذا كان في قانون تستند عليه فالآن صدر هذا القانون الحقيقي ريحنا ورحنا من كثير من الإشكالات الموجودة الشيء الثاني طبعا التفاصيل بالنسب للقانون فيما يتعلق بالمساس سواء بالدين أو بالمذهب أو بالملة أو بالطايفة وطبعا هذا كل متوفر عندنا في دولة الإمارات المتحدة لكن على مدى سنوات أنا لا أذكر أن حتى في محاكمنا على مستوى الدولة أحيلت بعض القضايا إلا ما ندر في مثل هذه الأمور لأن القانون تجريم الأمور فيما يتعلق حتى اليوم أصبحت السوشيال ميديا والقضايا التواصل فيها نتكلم عن الفضاء ونتكلم عن قضية الأقمار الصناعية اليوم لا اليوم أصبح السوشيال ميديا في كل بيت وفي يمكن حتى عمره سنتين ويكلم أخته في استراليا من الصبح أنا كنت أحضر على بعض الأشياء عمره سنتين ويكلم معها عن طريق وزارت تسامح مثل ما ذكرت والآن يديرها معالي الشيخ نهيان والحقيقة يعني للعلم يعني تربطنا بأعلاقة قوية خصوصا فيما يتعلق بهذا الدور الدور الذي يعني لا بد نعيش البرامج الوطني تسامح طبعا خذ له الخمسة واعتمدها اليوم نحنا نشتغل عليها في كل المؤسسات بدين في المعهد الدولي تسامح ما عندكم موجودين في هذا الجانب بطرح كذلك مساق خاص مع جامعة الشيخ محمد وراشد لتأهيل مجموعة من الخبراء الدوليين في هذا الجانب وطبعا يدخلون كذلك يدخلون في المجموعة في عرض يمكن شوية ناخذ منه بدون صوت صامت خلاص ساعة صمت ترجمة نانسي قنقر 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 حول في الدور القادم في نوفمبر القادم في 16 وتكون 16-17 عندنا والآن نحن نعد المؤتمر بيكون في نفس اليوم المجموعة المستهدفة طبعاً في عندنا خمس تقريباً أفرع للجائزة منها المؤسسات وشغل إذا نذكر كذلك في شهر السنة الماضية شيخ سيد الشيخ محمد نحفظه أمر باعتبار جسر يعتبر من الجسور الموجودة على القناة المائية في دبي هو جسر حضرنا تيتشين الجسر وكان معالي الشيخ نهيان وكان دور كبير الحقيقة الهيئة الطرق لأن هذا معبر الآن بالنسبة للمنطقة وموقع ترفيه وفي نفس الوقت معبر مائي يمكن الجميع يدرك أن هذا القناة أصبحت توصل ما بين خوردبي وما بين الخليج العربي على المستوى المنطقة تمر بجميرة وفي نفس الوقت واجهتنا مشكلة في بعض المسايد الموجودة في نفس الممر وحتى اتفقنا معهم وحولناها إلى مواقع أخرى القمة التي صارت طبعاً فيها كان مشاركين عندما فتحنا المجال بالنسبة للتسجيل كان هدفنا المستهدف فيها 500 فرد شخصي سواء على مستوى الدولة لكن لا أخفيكم أن بعد ما فتحنا التسجيل تسجيل عن حوالي 1880 يعني العدد كان مستهدف 500 واجهت أنا مشكلة حتى في عملية الصالة أو القاعة التي صار فيها الحدث يعني عندما تأخذ 500 ويكون العدد أنك 1880 كان فيه إشكالي لكن الحمد لله وشاركوا فيها مجموعة كبيرة قد مستهدف مجموعة كبيرة برحباً إلى دبي وعندما إلى العمارات المحاولة وعندما إلى الأمور نحن محاولين أن تكون منكم معنا هذه المنغة المنطقة للتسجيل في المنطقة للتسجيل كبير يكون مجموعة لتسجيل ومجموعة وميزة على الصحيح العالم موسيقى 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 الحقيقة على مستوى الدولة تصدر مثل ما ذكرت قرارات وليس التوصيات وهذه الحقيقة يعني مكسب كبير لأن القيادة تدعم من كل الجوانب سواء الجانب المادي أو المعنوي وأهم شيء عندي يعني الدعم المعنوي الكل يذكر أن هذه زيارة لقام بها قداسة البابا وكذلك الشيخ الأزهر يعني ماتت من فراغ الكل يذكر كان فيها جهود كبيرة يعني شخصية من صاحب سمو الشيخ أحمد بن زايد الله يحظى وكذلك كان دور كبير للدبلوماسية الإماراتية ممثلة في سمو الشيخ عبد الله بن زايد ثلاث سنوات وكان العمل يجري على تحضير هذه الزيارة في تحديات يمكن حتى في أيام زيارة البعض منهم في السوشيال ميديا ونحن ندري أن الجهات التي كانت تدير هذه العملية ليست من دولة الإمارات التي تديرها من جهات ثانية مغرضة وهي تتمنى يعني تعمل نوع من الشوشرة وتعمل أي خفاقات بالنسبة لدولة الإمارات المتحدة التي ترعى هذا الجانب جانب توقيع أهم وثيقة الآن على مستوى العالم له الأخوة الإنسانية والحقيقة يعني كان فيه تحدي كبير كان الحضور بالنسبة لل للقداس اللي كان موجود في أكثر عن مئة سبعين ألف وقعت حتى المدينة الرياضية كانت الطاقة السعابي مئة وخمس ثلاثين وهذه كانت يعني مقررة حتى في اللجنة العليا لكن يعني سبحان الله الحضور كان متميز وكان الحضور يحظى يعني مباشرة برعاية كريمة من سيد صاحب السموشي حمد بن زايد ومتابعة كذلك من سيد صاحب السموشي حمد بن راشد التوقيع هذه الحقيقة والدور كبير له مجلس حكماء المسلمين تكوينه ما جاء من فراغ لأنه كان فيه دول ثاني ترعاه ولكن عندما أخذ على دعار دولة المرات المتحدة تغيرت المفاهيم وتغيرت السياسة والحمد لله من عاصمة الاتحاد من عاصمة دولة المرات المتحدة عاصمة التسامح استطعنا أن نوقع هذه الاتفاقية التي كانت ولا زالت أصلاحها مستمرة وتستمر ليس فقط على مستوى عام التسامح ولكن على الأجهال القادمة إن شاء الله من نسبة لي يعني ما كان بودي أختمها لكن يمكن تسامحوني في الوقت اللي أنا استقطعته دائما نحن أيام الكرة والرياضة وغيرها نستقطع وقت فاسمحوا لي في الوقت المستقطع عموما هذا يعني أمر الكل مسؤول عنه وهذه أمانة حملتنا الدولة كقيادة لكل فرد منها نحن والله الحمد نشأنا في جيل متسامح نشأنا في جيل ربال كثير الحقيقة من القيم وصدرها الخارج صدرنا في كل ما يتعلق سواء المساعدات الخيرية أو الإنسانية أو أي جانب الجوانب عمر دولة إمارات العرب المتحدة ما صدرت شيء اسمه فكر صدرته بدون منه صدرته من قيام الدولة وأنا على يقين يعني اللقاءات اللي كانت موجودة وتيحت لنا يوم الأيام حتى مع المغفر لبذلنا تعالى الشيخ زايد وكذلك الشيخ راشد يعني ما سمعنا منهم إلا كلمة خير كانوا دائما يرعون هذا الجانب فمن يأتي دائما وأبدا نعيش على أرض التسامح في عام التسامح وانتم كذلك تسامحونا في أي تقصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لسعادة الدكتور حمد الشيباني على هذه المحاضرة القيمة التي تناول فيها مفهوم أهمية التسامح وأنواعه وثقافة التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة والآن نفتح باب المناقشة أرجو من يريد أن يطرح سؤالا أو مداخلة أن يقف ويقدم نفسه ويكون سؤاله أو تعليقه مختصرا حتى تتاح الفرصة لأكبر عدم ممكن من حضور المشاركة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك الزعوبي السعادة الدكتور أولا جزيل الشكر على الحضور وجزيل الشكر على المحاضرة التي غطت جميع الجوانب نحن نشاكري لك نشاكري لحضورك شاكري وجودك ذكرتنا بالأيام الجميلة أنا أعتقد نفسي من الناس اللي تقريبا مررت بهذه اللوقات اللي مريت فيها سعاتك نحن عشنا مع كل الأديان في دولة الإمارات منذ بداية الاتحاد وكلوا وشربوا معنا في بيوتنا وكنا شربنا معهم طلعنا ومثل ما تفضلت قبل شوية نمر وناخذ العصير والأمور هاي الطيبة سعاتك من وجهة نظرك شو الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى اختلاف ذاك الزمن مع أنه كان بداية الاتحاد الثقافات والعلوم ما كانت بهذه القوة والحضور الآن ولله الحمد الزمن الانفتاح الدولة انفتحت على جميع المجالات فشو الأسباب الرئيسية اللي وصلتنا لهذا الحد دخول الأفكار هذه اللي هي مش من مجتمع دولة الإمارات شكرا بداية أشكر يعني الحقيقة أنت بعد مثل ما ذكرتني بزمنة جميلة نذكر كذا كل ما حدث لا بد أن نتوقعه اليوم أصبح العالم مفتوح المساحات مفتوحة تفتح أي جهاز يوصلك إلى أي مكان أذكر عندما ناقشنا كنا في جمعية رعاية الأحداث نحن أول جمعية سوناها مع الله يذكر رب الخير بو فارس والمجموعة لكل موجودين كنا نتكلم عن الفضاءات وكنا نتصور قضية التلفزيون والأقمار الصناعية بالسهولة يومها ما كنا نفكر بهذا المستوى فبعدما تابعنا لقين قمر صناعي واحد في أفريقيا يبث ثلاثة ألف بحط قناة إذا بهذا المستوى شو بتشفر وشو بتسكر وشو بتغلق هذا المستحيب فدولة الإمارات يعني وجودها وجلبها لهذه المجموعة لأنه دائما يقول بالمثل يقول دار الغلاء جلا به أو يلا به يعني كلما كانت البلد فيها حركة وفيه الناس كانت نحن صدمنا الحقيقة بأفكار وكانت كلها واردة ووافدة يا أنا بالمثل الشيخ الفلاني وعمق عنده الفكر الفلاني ويا بالمثل المفكر الفلاني وعمق الفكر الفلاني نحن متر ما تفضل كنا نعيش ولا نعرف هذه السؤال وكلها نعيش بيه فيها كل يعني التسامح عندما وصلت المرحلة المراحل يعني نحن مرينة بها مثل ما ذكرت أنا يد في يعني أخطر مرحلة استلمت فيها المنطقة التعليمية والكل يدرك سنة ما استلمت أنه كانت سنة 82 83 كانوا الإخوان المسلمين مسيطرين على الساحة يعني وزارة التربية خلط كل البنات التي كانوا موجودين في الوزارة نحن لا جمنا مدرسات ودرسوا لأن كانوا بناتنا موجودين وخذنا برنامج التعليمية التربية وأنا اتشرفت أن يكون يعني رئيس الاختيار بالنسبة لهم من الضفرة والسلع والمناطق هذه ليلة الفجيرة كنت على هذا تقريباً أكثر من شهر وأنا قابل سواء المدرسين المدرسات فعندما يوهد إلى بالحكمة أن الوالد الله رحمه يعني هو امتداد للتعليم امتداد للمور هذه ففي مجلس الأبا ذكر سيفو الأغرير الله يعافيه يايب ورقة اعتراض من أحد الموجدين أوليام المور ليش حمل يتمنى هذا الموضوع وهو يعني أبوه كان يوم الأيام يتعلق بأمر ثاني فالله يعلم أننا اليوم لغيرنا فيه مفهوم هذا ودخلنا مدرساتنا بناتنا كمدرسات على الأولاد في المرحلة البددائية تغيرت كل الحالة أول شي تبدلت الويوه تبدله للشباب تبدلت الوادم تبدل المنظر تبدل الصف حتى عملية الاهتمام والتدريس فالمجموعة التي وصلت هذه الدولة في يوم الأيام وأنا قبل كنت تتكلم يعني هنا بالمثل عندي شكالية في بلده وحتى البلدان نحن نعرف أي يوقف على المنبر ويتكلم على الحاكم بلده أو بالمثل عنظام لي في بلده فهذين كانوا موجودين هم الذين أسسوا هذا الشي لكن نحن بلادنا لا يوجد شي فما نستطيع بالمثل نقول يوم الأيام لا يحضر حضروا حضروا في مؤتمرات حضروا في وحد منهم وصل الدبي أو وصل الدولة وما رجع بلاده وعاش في البلاد فهو وصل لهذا الشي وأسس الشي ولهذا السبب كان يوم الأيام يعني ثلاثة مسايد في مكان واحد أنا لا تكلم عن بريطانيا وأنا عشت في برنونجهام لكن حتى في دبي ثلاثة مسايد يعني هذا لا يدخل وبعدين كانت إشكالية حتى وانت سالم في المقبرة يعني هذا يلقن وهذا ما يلقن هذا يقول وهذا ما يقول ما هو الكلام غير منطقي طيب هلنا عاشوا ولا أحد أصبحوا لها كل واحد يصلي في مسيط أبدا فأنا أتوقع أن هذا جزء لكن لا نستطيع منعه فقط نستطيع نحصن نفسنا أول شيء وأبنانا لأن الأبناء لا بد يتحصنون اليوم يعيشون في مجتمع مفتوح وهم الخطر ليس لدينا الخطر عندما يروح بلاد ثانية بعضهم كان يوم الأيام من الشباب الذين كانوا يدرسون في دولة من الدول رايحة نية سلاسل ودنيا فيه وقت صلاقر وذهب ويينه ما شاء الله عليها ردت فعل يعني إنسان سمته وتعامله وديانك تغيرت كامل وهذا دليل على أن الإنسان بعض الأوقات يتغير بحسب البيئة له فيها تحصين عيالنا سواء في مدارسهم في أسرهم في بيتهم وهذا المحضر الأساسي بالنسبة العامل سؤال آخر فنظري السلام عليكم سلام عليكم شكرا جزيلا سعد الدكتور على هذه المحاضرة القيمة سؤالي لك بالنسبة للتسامح والديمقراطية لو تلاحظ دكتور أنه فيه هجوم غربي يعني أنا سميه هجوم غربي نوعا ما متطرف حتى بفرض نموذج دموقراطي معين الغربي على الدول العربية ودول المنطقة أنا كتبت كثير في موضوع من يسبق من التنمية أو الدموقراطية الحد الآن الغرب مو مستوعب أنه الدموقراطية وسيلة ما هي غاية وأنه إذا تبغى تطبق الدموقراطية بالنموذج الغربي في منطقة فيها إديولوجيات دينية متطرفة وفيها هذا التطرف وفيها النتيجة ما هي تكون دموقراطية النتيجة هي تكون عنف نتيجة هي تكون طائفية زي ما شفنا كيف النموذج الغربي لما تطبق على بعض الدول العربية وبعض دول المنطقة سؤالي هل بإمكان الإمارات بتسامحها ونموذجها من خلال معهد التسامح الدولي تقدم نموذج متكامل الغرب يعني موازي للنموذج الغربي أنا أعتقد أن دور المعهد في حد ذاته دور يعني تأصيل لجساله وتبقى دوار المجتمع لا بد أن نتكامل نحن الآن زيارة البابة وجود كذلك سماحة المفتي أو الشيخ الأزهر على منصة وحدة وفي أرض وحدة وعلى أرض دولة الإمارات اللي تابع الحدث ترمون اللي تابع فقط تابعون الغرب والشرق كيف هذا يعني استطاع دولة الإمارات تأصل هذا الحدث وهذا يعني النتيجة اليوم ما تأخذ في اليوم الحالي على المتداد البعيد نحن صحيح في صراع فيه رسائل سلبية موجهة لدولة الإمارات لكن دولة الإمارات خطت خطوات حتى في قضية المجلس الوطني يعني خطوة خطوات غير مسبوقة تستعجلت بعض الدول وطبقت بطريقة ثانية والآن تجني إثمار هذا يعني التطبيق دولة المرأة بدأت مراحل تمكين المرأة كذلك بدأ مراحل يعني الآن المجلس الوطني عندما تديره الدكتورة من مثل العمل كبيسي هذا شيء غير مسبوك بالنسبة من منطقة يعني بدأ بالمثال الله يرحمه لهو ثاني من عبد الله بقوه الله بداية وبعدين جاء تريم عمران والمجموعة الموجودين اليوم المدير المجلس الوطني وفي نفس الوقت تأخذ هذه التجربة البرلمانية غير المسبوقة على المستوى فيها انتخاب وفيها عملية اختيار وفيها عملية كذلك تعيين هذا المزيج لصدر يعني دولة المرات تمشي بخطوات ملسومة ومدروسة قيادتنا ما يعني أبدا ما استعجلت ولا أعطت بالمثال للمؤشرات سريعة بحيث أننا نطبق لكن تسابق الزمن نحنا اليوم مطالب مننا ليس المركز الأول مثل ما يعني دائما سيدي صاحب السموغ الشيخ محمد بن راشد يتكلم ويقول المركز الأول أبدا هو يسعى مركز أكبر عن الأول وهذا التحدي موجود لكل مننا يعيش على دولة المرات نحنا لا نستثني سواء ملاطن أو من قيم على هذه الأرض هو الذي يحمل هذه الرسالة نحنا كل يوم الأيام نستعرض قضية في المجلس التنفيذي والشيخ الله الحضر الذي هو سموه الشيخ الحمد بن محمد ولي العهد رئيس النجس التنفيذي وقف في المجلس قال يا جماعة الشيخ محمد لا يطلب المركز الأول يطلب المركز قبل الأول فقلت له الله المستعان ردت فعل رد لشيخ مكتوم يضحك قل لي قلت نحنا نركض يعني بلد تسابق الزمن ولهذا سبب كل واحد مننا موجود على دولة المرات من شبابنا من المقيم معنا الأرض المحترمين هذا الأرض لا بد نحمله لها رسالة رسالة الموجهة لا لا نخوف أبدا نحن في تحدي والتحدي دولة الإمارات قادر على هذا الأمر بقيادة رشيدة تستشرف المستقبل وفي نفس الوقت ترتكز على مكتسبات من المعظمات تأسس الدولة الإمارات من إفراق أبدا بالعكس نحن مرينا بالتجربة ومثل ما مرينا بالتجربة نحمل سعادتك أي كلمة تقولها تسعدني تشرفني أنا في هذا الصرح الكبير صرح عشت فيه يوم من أيام يعني ما أخفي سر حكيته للشباب الموجين كالموجدين أنا يوم الأيام عندما كنت أقدم الدراسات بالنسبة للدكتوراه ويختفيت في هذا الصرح بين المكتبة وبين الكتب أيام كانت الوسائل المختلفة يعني ما كان هذا الموجود ما أخفي ما هالكلام يمكن سنة 96 قضيت فيه من أجمل لحظات وفي هذا المكان واستفدت من استفادة كبيرة وكنت أبحث في موضوع يتعلق بقضايا يوم الأيام كلفت من الحكومة بشؤون القصر كانت مؤسسة تتبع سيدي صاحب سموه شيخ خليفة وجيت وتغديت عند الأخ بالركاض كان هو يوم وهذا الصراح حتى الآن عندما مر أعتز به قبل كم يوم كان عندنا الحدث بالنسبة للباب والأمور هذه فذكر قال سبحان الله هاي من الأيام مرينا هذا المكان وشفنا فيه وعشنا فيه فقلهم الجماعة كان الأخ محمد علي مر علي وقال لي ما تفعل هنا قدم أوراق ودكتوراه قال راح وكلم لأخ محمد بن حمد وخليفة وجاني لأن تربط مياه نسب فقال لي لماذا جاي هنا ومختفي ولا تخبر نا قل والله هنا كل شي الحمد لا متوفر قال من وفر لك كتب وأوراق وقلت الورقة تنطبع وتتصور عنكم من أصدرهم هاكل يوم فأنا ما أبغي شي يعني مساعدة منكم بالعكس انتوفر لهذا الجو فأنا هذه من الأمور الشي ثاني نحن نعيش فعلا تسامح على مرض على عرض تسامح أنا مريت بتجربة عشنا يعني في أكثر من موقع زرنا كنايس حضرنا لهم على مستوى الدولة حضرنا معابد كذلك أنا لي علاقة قوية بالموق اللي هو مجلس الأوقاف الجعفرية نختلف وياهم في بعض الأمور لكن نتفق في أساسيات العمل وأساسيات العمل الحفاظ على هذه الدولة بكل مكتسباتها نحن نعيش في أرض الحمد الله فيها الخير بكل مكوناتها أذكر في آخر لحظة يعني موضوع نحن وجمعنا الله يحفظ الشيخ محمد زايد عنده وكانوا كل الطوايف الموجودة فأنا أقول لها يعني يكفينا في دولة إذا ركمنا السيارة آخر الليل مع أولادك وصار لك قدر الله ظرف وقفت برد طرف الشارع وجلست أو نمت ما أحد يقول كون رايح يعني في الأمان هذا أرجع لها أقول أنت ذرانا يعني نحن نعيش في دولة الحمد لله الله حافظ بكل ما فيه الشيخ محمد كذلك يمكن الوقت تعطوني دقيقتين عندما حضر السن القبل الماضي الجلس في الكمة هنا في العصم وظبي نحن كلنا نمثل المساعدات الإنسانية والخيرية وكانت ريم الهاشم هي رئيس الجلس ونحن موجدين الدكتور حمدان كذلك والربع موجودين فأقول الشيخ محمد يذاك الخير يعني هذا الذي نحن عمله دولة المارات من الجوانب دعم مادي وإنساني على المسلوى العالم فراء هو يرفع عننا البلع لكن ذكرت بشيء ثاني أقول الشباب الموجودين الآن أقول طال عمرك أحد الأخوة الوزراء عندما صار التشكيل وزاري اتصل به قال يحمد كيف تعاملون الشيخ محمد لأن شايف قال الشيخ محمد لا يري شخص يتثاوب جدامه لا يغمض يعني لا تتثاوب جدام الشيخ محمد قال يقول لتثاوب جدامنا نطلقها يعني شوف التحدي الموجود في دولة في هذا الإمكان فكل واحد الآن يعني يعيش تحدي وتحدي ترافيخ خير في كل الجوانب يعني بالدعم الموجود وبر الوالدين مطلوب في كل مكان فالبركة فيكم وإن شاء الله دائما نتقيكم على خير وسمحوا لي في عام التسامح في يوم التسامح الصابع التسامح من أرض التسامح أنكم في كل تكسير وأنا في الخدم في أي لحظة في نهاية هذه المحاضرة أكرر باسم سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عامي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الشكر والتقدير لسعادة الدكتور حمد الشيباني العضو المنتدب للمأهد الدول للتسامح ولكم أيها الإخوة والأخوات الحضور وللقاء في فعالية علمية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر